نبقى أيضا مع الطفل ريان الفنان الفلسطيني محمد عساف كان متأثر بشكل كبير للغاية بوقعة الطفل ريان وكان يدعو له مرارا وتكرارا عبر صفحته على موقع تواصل اجتماعي تويتر بالنجاح والسلامة ولكن بعد رحيله كتب أيضا مغردا هو والآلاف من أبناء الأمة الإسلامية والوطن العربي كتبوا يدعون المولى عز وجل لأهل الطفل ريان وللطفل ريان وكانت هناك حالة كبيرة من الحزن على رحيل الطفلة الفنان الفلسطيني محمد عساف رزق بمولود جديد قرر أن يسميه باسم ريان وهو أمر نال إعجاب الجميع على السوشيال ميديا خاصة بأن هذا الفنان الفلسطيني أغنيه الداعمة لنضال الشعب الفلسطيني تلقى رواجا كبيرا حينما يدعم الفصال الفلسطينية والمقاومة ضد الاحتلال الصهيوني كثيرون على السوشيال ميديا عبروا عن إعجابهم بقراره بإطلاق اسم ريان على مولوده وكان أمر رائع للغاية دعونا نلقي نظرة على صورة ليلة لدينا بعد تعزيته بالطفل المغربي الفنان الفلسطيني محمد عساف يسمي ابنه الأول ريان ونشطاء يحتفون به دعونا نلقي نظرة أيضا على تغريدة محمد عساف التي كتبها في البداية إسر هذه الواقعة يوجع القلب رحمة الله عليك يا ريان كل التعازي لأهل الطفل ريان ولأهلنا في المغرب ولنا جميعا إنا لله وإنا عليه راجعون كانت تلك التغريدة بتاريخ 6 فبراير من عام 2022 وقت وفاة ريان دعونا نلقي نظرة على التغريدة الأخرى لمحمد عساف بعد أن رزق بمولوده الأول 7 فبراير 2022 كتب محمد عساف ليقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا على ما وهبنا وأتم ولادة زوجتي على خير وسلام قبل عدة أيام رزقني المولى عز وجل بمولود أسميته ريان أسأل المولى عز وجل أن ينفعنا به ويجعله من البارين أمر رائع للغاية ونال إعجاب الجميع على السوشيال ميديا ربنا يحفظه له يا رب ويبارك له فيه اشتركوا في القناة